ايضا يسرنا ان ينضم الينا عبر الهاتف سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب بعد التحية سعادة النائب لطالما اثبتت مكارم جلالة الملك المعظم بالعفو عن عدد من المحكمين في مختلف المناسبات على العمل الفعلي لمبادئ التسامح والعفو التي عرفت بها قيادة مملكة البحرين كيف تقرأ هذه المكارم الملكية السامية بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكلكم على هذه الاستضافة واسمحوا لاغتنم هذه الفرصة ليرفع اسم آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وشعب البحرين الكريم ببناسبة حلول عيد الاضحاء المبارك بخصوص مكرمة العفو عن عدد من المحكمين فان جلالة الملك المعظم عودنا دائما على هذه المكرومات التي تسعد شعب البحرين وتؤكد على مبدأ التسامح والسعي على إعطاء فرصة تلوى الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع والمساهمة في بناء مملكة البحرين تعزيز أيضا المبدأ حقوق الإنسان والحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية في المجتمع البحريني ويسعاد كافة الأهالي أهالي المحكومين الذين يسعدون في هذه المناسبات في الأعياد حين يرون أبنائهم موجودين معهم في هذه المناسبات فهذه المكرومات عودنا عليها جلالة الملك المعظم دائما منذ تولي مقاليد الحكم والمكرومات تتوالى علينا وإعطاء فرصة للمحكومين دائما إيك سعادة النائب كيف ينعكس هذا الإفراج على سلكيات المستفدين من هذا العفو الملكي كنا نذكر توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في العمل على إدماج المحكومين المخرج عنهم في الحياة المدنية والمجتمع المدني وهذا ينتج مع السياسة التي تصير عليها وزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعم ومساندة من سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتلفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وهي العمل على إدماج المحكومين في المجتمع عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية والعمل على متابعتهم لعدم عودتهم للسلوك الخاطئ وتعتبر هذه فرصة فرصة كبيرة جدا لكل محكوم لبدء حياة جديدة وطي صفحة الماضي والإدماج في المجتمع المدني والمساهمة في بناء وتطوير مملكة البحرين نعم سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر